السلام عليكم أعزائي التلاميذ في إطار تثبيت مفاهيم درس معادلة مستقيم سنتميم حصصنا بإنجاز التمارين الرابع من سلسلة معادلة مستقيم نعتبر النقطة A ذات الإحداثيات 0-4 والمستقيمين D دون معادلة 2X-Y تساوي أربعة وDelta دون معادلة X-3Y-12 تساوي السفن السؤال الأول بيّن أن D وDelta متقاطعان إذن قبل الإجابة عن هذا السؤال أود تذكيركم ببعض الأمور إذن نعلم أن مستقيمين في المستوى يكونان إما متوازيان أو متقاطعان وفي حالة التوازي يكون للمستقيمين نفس الميل أما إن كان المستقيمين متقاطعان فسيكون لهما ميلين مختلفين إذن لنبين السؤال الأول لنبين أن D وDelta متقاطعان إذن لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيمين D وDelta من خلال الصيغة الأصلية الموجودة عندنا في التمرين لدينا D دول معادلة 2X-Y تساوي 4 إذن لكي نحدد المعادلة المختصرة للمستقيم D يجب أن نكتب Y بدلالة X بمعنى أن نكتب معادلة المستقيم D على النحو التالي يساوي MX زائد P هذا هو الذي نقول عنه بأن كتابة Y بدلالة X إذن 2X-Y تساوي 4 يعني أن ناقص Y تساوي ناقص 2X زائد 4 أضفنا ناقص 2X إلى طرفي المتساوية حصلنا على ماذا؟ على ناقص Y يساوي ناقص 2X زائد 4 نقوم بضرب طرفي المتساوية في ناقص 1 نحصل على ناقص 1 في ناقص Y ناقص 2X في ناقص 1 2X و4 في ناقص 1 ناقص 4 إذن حصلنا على المعادلة المختصرة للمستقيم D التي هي Y يساوي 2X ناقص 4 ومن خلال هذه المعادلة نجد بأن ميل المستقيم D هو 2 بنفس الطريقة نحدد المعادلة المختصرة للمستقيم D لدينا D معادلة المستقيم D هي X-3Y-12 تساوي 0 إذن ناقص 3Y تساوي ناقص X زائد 12 إذن أضفنا إلى طرفي المتساوية ناقص X زائد 12 ثم قمنا بضرب طرفي المتفاوتة في ناقص 1 حصلنا على 3Y يساوي X ناقص 12 ثم قمنا بقسمة طرفي المتساوية على 3 حصلنا على ماذا؟ 3Y على 3Y X على 3 هي 1 على 3X 12 على 3 هي كم؟ هي 4 إذن المعادلة المختصرة للمستقيم D هي Y يساوي 1 على 3X ناقص 4 وبالتالي فميل المستقيم D هو 1 على 3 إذن من خلال المعادلة المختصرة لكل من المستقيم D و D نستنتج أن ميل المستقيم D هو 2 وميل المستقيم D هو 1 على 3 إذن فميلي هذين المستقيمين مختلفان وبالتالي فهما متقاطعان إذن ومنه فإن M D يعني ميل المستقيم D يخالف ميل المستقيم D يعني أن D و D مستقيمين متقاطعين كما أشرنا إلى ذلك سلفا السؤال الثاني تحقق أن نقطة تقاطع D و D هي A إذن لكي تكون A نقطة تقاطع المستقيم D و D يجب أن تحقق المعادلة أو المعادلتين المختصرتين للمستقيم D و D نبدأ ب D إذن كما هو ضروري يجب كتابة المعطيات التي تمكن من الجواب لدينا D دول معادلة المختصرة Y يساوي 2X ناقص 4 و A ذات الإحداثيات 0 ناقص 4 يعني أن Y يساوي 2XA ناقص 4 XA كما ترون هو 0 أفصول A هو 0 إذن Y يساوي 2X0 ناقص 4 إذن 2X0 ناقص 4 يساوي ناقص 4 يعني أن Y تساوي ناقص 4 وبما أن أرتوب النقطة A هو ناقص 4 فإن Y ناقص 4 يساوي YA إذن فA تحقق المعادلة المختصرة لمستقيم D وبالتالي فإن A تنتمي إلى المستقيم D كذلك لدينا دلتا دول معادلة Y يساوي 1 على 3X ناقص 4 وزوج إحداثيات النقطة A هما 0 ناقص 4 يعني أن Y يساوي 1 على 3XA ناقص 4 XA وفصول A 0 إذن نقوم بتعويض XA بالسفر إذن Y تساوي 1 على 3X0 ناقص 4 1 على 3X0 ناقص 4 إذن Y تساوي ناقص 4 تساوي YA كما تلاحظون أن أرتوب النقطة A كذلك هو ناقص 4 وبالتالي فنقطة A تحقق المعادلة المختصرة لمستقيم دلتا وبالتالي A تنتمي إلى دلتا وبما أن A تنتمي إلى المستقيمين D ودلتا فإن نقطة تقاطعهما هي النقطة A السؤال الثالث هل المستقيمين D ودلتا متعامدين إذن لكي يكون المستقيمين D ودلتا متعامدين يجب أن يكون جداء ميلهما يساوي ناقص 1 يعني M D في M دلتا يساوي ناقص 1 إذن لدينا حسب ما سبق أن ميل المستقيم D يساوي 2 وميل المستقيم D يساوي 1 على 3 إذن M D في M دلتا يساوي 2 إذن لكي يساوي 2 على 3 وبالتالي فجداء ميلي المستقيمين D ودلتا يخالف ناقص 1 إذن D ودلتا مستقيمان غير متعامدين غير متعامدين السؤال الرابع إذن السؤال الرابع حجد المعادلة المختصرة للمستقيم L العمودي على D والمار من A إذن في هذا السؤال نريد تحديد معادلة مستقيم عمودي على مستقيم آخر معرف بمعادلة مختصرة ويمر من نقطة معلومة إذن نعلم جميعا أن الصيغة العامة لمعادلة مستقيم من المستوى تكتب على شكل Y يساوي MX زائد B إذن لنحدد M إذن في هذه الحالة لدينا D عمودي على L بحيث أن ميل المستقيم D كما هو في السابق هو إثنان إذن M D يساوي إثنان ونعلم أن جداء ميلي مستقيمين متعامدين يساوي ناقص واحد يعني أن M D في M L يساوي ناقص واحد إذن تطبيق عددي ميل المستقيم D هو إثنان في ميل المستقيم L يساوي ناقص واحد إذن معادلة هنا معادلة من الدرجة الأولى بمجهور واحد على شكل A X يساوي B مع أن A يخالف السفر إذن X ستساوي B على A إذن M L سيساوي ماذا؟ ناقص واحد على إثنان إذن ميل المستقيم L هو ناقص واحد على إثنان ومنه المعادلة المختصرة للمستقيم L تكتب على شكل Y يساوي ناقص واحد على إثنان X زائد B إذن لنحدد B الأرتوب عند الأصل كما تعلمون إذن لتحديد B دائما أقول يجب أن يتوفر لدينا نقطة تنتمي للمستقيم مثلا هنا L والمعادلة المختصرة التي توصلنا إليها صيغة المعادلة المختصرة التي توصلنا إليها إذن لدينا A حسب المعطيات ذات الإحداثيات 0 ناقص 4 تنتمي إلى L والمستقيم L معادلة المختصرة هي Y يساوي ناقص واحد على إثنان إكس زائد B إذن بما أن A تنتمي إلى L فهي تحقق معادلة تو المختصرة يعني Y A يساوي ناقص واحد على إثنان إكس A زائد B التطبيق عددي إذن Y A كما ترون هو ماذا؟ وناقص أربعة يعني ارتوب نقطة A وناقص أربعة وأفصول نقطة A كما ترون كذلك هو سفر إذن ناقص أربعة يساوي ناقص واحد على إثنان في السفر زائد B إذن حصلنا على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد إذن ناقص واحد على إثنان في السفر سفر زائد B هي B يساوي ناقص أربعة وبالتالي تصبح المعادلة المختصرة للمستقيم L هي Y يساوي ناقص واحد على إثنان إكس ناقص أربعة وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر